اشتركوا في القناة من قناة السعودية والبداية بالعالمية انعقاد جلسات مستقبل الاستثمار يوم غد بمناقشة موضوعات عالمية ونوعية واستثمارات لدفع عجلة النمو الاقتصادي صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة تطوير منتجات الحلال سماء المملكة تشهد غدا الثلاثاء كسوفا جزئية للشمس باعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود وصاحب السمو الملكية المير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز السعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتين تهنئة لفخامة الرئيس هاكاين دهيشي لما رئيس جمهورية زامبيا بمناسبة ذكر استقلال بلاده وعرب خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد عن طيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار صدر عن الديوان الملكية اليوم البيان التالي انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكية الأمير الجوهرة بن تممدوح بن عبدالرحمن بن سعود بن عبدالعزيز أسعود وسيصلى عليها إن شاء الله يوم غد الثلاثاء موافقة للتاسع والعشرين من الشهر الثالث من عام الف واربعمائة واربعة واربعين للهجرة بعد صلاة العصر في جامعة الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياضة تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته إن لله وإن إليه راجعون تنعقد يوم غد الثلاثاء نسخة السادسة من ملتقى مبادرة مستقبل الاستثمار تحت شعار الاستثمار في الإنسانية تمكين نظام عالمي جديد بمشاركة خمسمائة متحدث في الجلسات والمناقشات المزيد في التقرير التالي الاستثمار في الإنسانية تمكين نظام عالمي جديد الشعار الذي تنطلق به فعاليات النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة الرياض حدث عالمي استثنائي يؤكد واقع الحضور الكبير للاقتصاديين والمؤسسات الدولية الرفيعة والمبتكرين ستة آلاف من القادة والمسؤولين والاقتصاديين والخبراء يشاركون في المبادرة بحضور خمسمائة متحدث في جلسات المنتدى الحوارية أنشأنا مبادرة مستقبل الاستثمار لأننا اعتقدنا أن هناك شيء ما مفقود وهي محادثة العالمية البحثة التي تتعلق بالاستثمار قضايا وموضوعات كثيرة ستطرح للبحث والنقاش خلال المبادرة قضايا تهم العالم بأكمله خصوصا في ظل المتغيرات الجيوسياسية ومع تصدر المملكة معدلات النمو في مجموعة العشرين ومشاركتها الفاعلة في تطوير الاستثمارات وتنويعها ومن الموضوعات المطروحة للنقاش خلال منتدى مبادرة الاستثمار الحائزون على جائزة نوبل التحديات التي يفرضها النظام العالمي الجديد فضلا عن الفرص التي تنشأ عنه وذلك تحت شعار الصراع الأجيال مع بحث الوضع الحالي لقطاع التمويل والاقتصاد العالمي وسيحتضن المنتدى قماما مصغرة حول صعود العملات الرقمية ومستقبل إفريقيا بمشاركة عدد من المتحدثين من الصين وهونغ كونغ لبحث أهمية الشراكة بين بكين ومنطقة الشرق الأوسط دورة بعد أخرى ترسخ مبادرة مستقبل الاستثمار مكانتها كمنصة دولية رائدة لتمكين الابتكار وتفعيل التقنيات المتقدمة مع استكشاف ومعالجة التحديات العالمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا ووصل إلى الرياض اليوم دولة رئيسي وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف والوفد المرافق له للمشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض والسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف المالكي والسفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أمير خرم راتهور أعلن صندوق الاستثمارات العامة إطلاق شركة تطوير منتجات الحلال لاستثمار وتطوير وتوطين قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة وتهدف الشركة إلى توحيد الجهود العالمية وجعل المملكة مركزا عالميا لمنظومة قطاع صناعة منتجات الحلال العالمية ستعمل على رفع كفاءة منظومة القطاع محليا والتصدير مستقبلا للأسواق العالمية ودعم تنمية المعرفة والابتكار في القطاع كما ستسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية والاقتصادية عبر تقديم العديد من الخدمات والاستشارات المتخصصة من جهة ثانية وقع شركة تطوير منتجات الحلال وشركة برازيل فوتس أحد أكبر مصدر الدواجن في العالم اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس شركة في المملكة لتوطين إنتاج الدواجن والمساهمة في توطين قدرات تصنيع المواد الغذائية والمنتجات الحلال في المملكة ويهدف المشروع المشترك لإطلاق العمليات التصنيعية للشركة وزيادة العرض من منتجات الدواجن الطازجة والمجمدة وسيسهم المشروع في تحقيق مستهدف الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة 80% بحلول 2025 بالإضافة لتوطين التقنية والمعرفة داخل المملكة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 كما أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني سالك المملكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العام وشركة منيرفا فودس عن اتمامها صفقة الاستحواذ الكامل على شركة لحوم الضأن الاسترالية ELC بقيمة إجمالية تجاوزت 970 مليون ريال وتأتي الصفقة في إطار أهداف استراتيجية سالك بالإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي في السلع الاستراتيجية عبر توسيع وتنويع الاستثمارات الخارجية في الدول ذات الميازي النسبية حيث يصل استهلاك المملكة من اللحوم أضأن 49% من إجمال استهلاك اللحوم الحمراء أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن تأسيس شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية بملكية 80% للصندوق و20% لمجموعة تداول السعودية القابضة وتهدف الشركة لدعم الشركات والقطاعات في المنطقة لتمكنها من الوصول إلى الحياد الصفري بالإضافة إلى ضمان شراء أرصدة الكربون لتخفيض الانبعاثات الكربونية في سلاسل القيمة سيسهم الإعلان عن شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية التي تتخذ من مدينة الرياض مقرا لها في جهود تنظيم أكبر مزاد من نوعه عالمي للتداول الائتمان الكربوني في الخامس والعشرين من أكتوبر وذلك خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته السادسة بالعاصمة الرياض حيث من المتوقع أن يشهد المزاد تداول مليون طن من الائتمان الكربوني وتقديم شهادات ائتمان كربون عالية الجودة تتماشى مع معايير كورسيا المسجلة في برنامج فيرة ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اليوم وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الثامنة لمنتدى دكار الدولي حول السلام والأمن المقام في جمهورية السنغال أكد الأمير فيصل في كلمته أن المملكة تتطلع إلى الدفع بالمصالح المشتركة مع الدول الأفريقية وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية وغيرها وجدد سموه دعم المملكة المستمر لمبادئ الشرعية الدولية الرامية إلى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتعزيز التعاون المشترك المبني على أسس الاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها وحل النزاعات بالطرق السلمية كما شار سمو وزير الخارجية إلى موقف المملكة دعم لكافة جهود الدولية الرامية لإيجاد حل للأزمة الروسية الأوكرانية حماية للأرواح والممتلكات وحفظ للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وجدد سموه دعوة المملكة واستعدادها للوساطة في سبيل تحقيق ذلك استعرض وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل جبير استعرض خلال لقائه وفدا من فريق عمل الشرق الأوسط والخليج التابع للمجلس الأوروبي برئاسة الدكتور تيم بلوم وكالن ميتري استعرض العلاقات الاستراتيجية والتعاون القائم بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات بما في ذلك المجالات المتعلقة بالطاقة والبيئة والتغير المناخي كما تم بحث الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم كما استعرض الجبير مع دولة رئيس وزراء كالد السابق ستيفن جونسف هاربر استعرض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك عقد اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية للتحضير للاجتماع التاسع والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس التعاون في مقر الأمانة العامة بالرياض برئاسة وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح خلال الاجتماع تم مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك في دول المجلس والاطلاع على الاستعدادات الخاصة بالتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول المجلس أمن الخليج العربي أربع والربط الأمني التقني المشترك التقى وزير الحج والعمر الدكتور توفيق الربيعة خلال زيارتها الرسمية لجمهورية أندونيسيا بعدد من كبار المسؤولين في مختلف المجلات وذلك بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في جوانب عدة وذلك امتداد للعلاقات التاريخية بين البلدين وأكد الدكتور الربيعة في أول اجتماعاته على ترحيب المملكة بالمعتمرين الأندونيسيين وكافة بدون شروط صحية أو قيود عمرية لافتاً النظر إلى أن منصة نسك وما تقدمه من خدمات إلكترونية أسمت بشكل كبير وفاعل في زيادة أعداد المعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة التقى وزير النقل والخدمات اللوجيسية المهندس صالح الجاسر بوزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية لدى جمهورية فلندا فليس كاينر نوقشت خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل والخدمات اللوجيسية التقى وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان ماجد الحكيل بسفير جمهورية أذريبيجان لدى المملكة شاهين عبداللايف أجرى خلال اللقاء تبادل الحديث الودية المشتركة واستعراض العلاقات الثنائية التي تجمع بين المملكة وأذريبيجان في مختلف المجالات وسبل تطويرها أوضحت وزارة الصحة أن الانفلونزا الموسمية تسبب عددا من المضاعفات أهمها التهاب الرئتين والتهاب الشعاب الهوائية التهاب الأذن وكانت الصحة أطلقت حملة توعوية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية تحت شعار اللحظة التي ما تتمناها تستهدف الفئات الأكثر تأثرا بها مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمصابين بنقص المناعة والحوامل والعاملين بالقطاع الصحي وعامة أفراد المجتمع كما أوضحت هيئة الصحة العامة وقاية أن حالات الإصابة بالأمراض التنفسية والانفلونزا الموسمية كذلك كوف التسعة عشر تنشط مع دخول فصل الشتاء وتختلف شدة ضروتها من شخص لآخر حسب المناعة متوقعة ازديادها خلال الفترة القادمة ستشهد الكرة الأرضية كسوفا جزئيا للشمس يوم غادين الثلاثاء بل سيشاهد هذا الكسوف كاملا في مناطق المملكة ومعظم مناطق الوطن العربي وستحظى المنطقة الوسطى والشمالية الشرقية وشرق المملكة بنسبة كسوف أعلى مقارنة ببقية المناطق الأخرى ما بين الواحدة والنصف بعد الظهر حتى الثالثة وخمسين دقيقة عصرا ويعد الكسوف الثاني والأخير في العام الحالي ولمتابعة هذا الخبر ينضم إلينا رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهر مهندس ماجد أهلا بكم بداية في هذه النشرة متى سيبدأ الكسوف على سماء المملكة أيضا كم سيستغرق هذا الكسوف وما هو شكل الشمس أثناء الكسوف نعم مساء خير بداية بمشاء الله ستشهد كافة مناطق المملكة كسوف الشمس الجزئي ما بين الساعة الواحد والنصف بعد الظهر والرابعة إلى عشر دقائق أصرا بالنسبة للتفاوض كما ذكرت قبل قليل حيث ستحظى المنطقة الوسطى والشمالية الشرقية والمنطقة الشرقية بالنسبة الكسوف أعلى مقارنة من بقية المناطق بحكم أنها أقرب إلى مسار الكسوف وبشكل عام سوف يستغرق الكسوف الجزئي في كل مدينة من مدن المملكة من حوالي ساعتين وعشر دقائق إلى ساعتين وربع أما بالنسبة لشكل الشمس أثناء الكسوف ونسبة الاحتجاب فخلال الكسوف الشمس الجزئي ستبدو الشمس وكأن جزءا قد أخذ منها وذلك بسبب مرور القمر جزئيا أمامها ونظرا لأن هذا الكسوف هو كسوف جزئي سوف يكون شبه ظل القمر وليس ظل هو الذي سيمر فوق المناطق التي سوف تشهد هذا الكسوف أما بالنسبة لنسبة الكسوف حيث سيغط القمر قرط الشمس سوف تكون تفاوض تحيث تبلغ 15% أقصى جنوب غرب المملكة سوف تصل إلى 41% في أقصى شرق المملكة نعم أيضا مهندس ماجد يعني لماذا هناك دول تشهد هذا الكسوف وأخرى أيضا لا تشاهدهم ما هي الأسباب صحيح يرجع السبب في ذلك لأن القمر جرم السماوي هو أصغر بكثير من حيث الحجم مقارنة بالشمس والأرض لذلك فإن ظله على الأرض ليس كبير جدا نتيجة لذلك فإن بعض الأماكن على الأرض هي لا تشهد الكسوف فقط كظاهرة فلكية خاصة القاطنين في الجانب النهاري منهم سكان المملكة والواقعين في مسار شبه ظل القمر يمكنهم رئيه الكسوف والبقية لا تصدع رئيته نعم وكيف يتم الرصد في هذه الحالة مهندس ماجد؟ حقيقة مراقبة كسوف الشمس يعني بداية يجب التأكيد إلى عدم النظر أبدا مباشرة إلى الشمس بدون حماية مناسبة لأن ذلك قد يضر بشبكية العين لذلك يجب اتباع عدد من طرق لمراقبة الكسوف بأمان وأكثرها أمان هي نظارات الكسوف فعالة في من أكثر من 99% من ضوء الشمس ولا شعقوق البنستجية ولا شعق الحمراء ويجب التأكد من أنها تفي بمعايير السلامة عند النظر للشمس ويجب هنا أيضا التأكيد والتحذير من عدم استخدام النظارات الشمسية أيا كانت صناعتها لأنها ليست مخصصة أصلا لنظر مباشرة إلى الشمس وعدم استخدام الأشعة السينية الطبية أو زي مدخل لنها لا تفي بمعايير السلامة إذن هذه الأضرار المتعلقة بكسوف الشمس المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة شكرا جزيلا لك ونتقيك على خير إن شاء الله نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل ميناء جدة الإسلامية استقبل أول سفينة على الخدمة الملاحية الجديدة هملايا أهلا بكم من جديد استقبل ميناء جدة الإسلامية أول سفينة على الخدمة الملاحية الجديدة هملايا التي أضافتها شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة تعزيزا لريادته الإقليمية وترسيخ تنفسيته استقبل ميناء جدة الإسلامي أول سفينة على الخط الملاحي الجديد هملايا التي أضافته مؤخرا شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة الرائدة في مجال الشحن والخدمات البحرية يربط الخط الملاحي الجديد المملكة بعشرة موانع عالمية وذلك في إطار توجه الشركة نحو تعزيز خدماتها وتوسع عمليات الشحن البحري في جميع موانئ المملكة حقيقة وصول السفينة هذه افتتاح لخط ملاحي جديد للمملكة العربية السعودية وجدة بالذات ونتأمل أن الخط الملاحي الجديد هذا يكون لها وقعات اقتصادية كبيرة لسعودية بما فيها عدد كبير من السفن بما فيها عدد كبير من القضايا الصادرة والواردة للميناء جد الإسلامي يعمل على الخط الملاحي إحدى عشرة سفينة رئيسة تصل الطاقة الاستيعابية لكل منها ما يعادل أربعة عشر ألف حاوية قياسية لكل سفينة الخط الملاحي الجديد يعد بإضافة سبعة خطوط ملاحية تربط ميناء جد الإسلامي باعتباره أكبر ميناء للاستيراد وتصدير الحاويات في المملكة بموانئ الشرق والغرب ومحور التقاء ثلاثة قارات بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة طبعا عندك خبر أنه 13% من الاقتصاد العالمي بالحركة البواخر تمر من بحر الأحمر وميناء جدة ميناء رئيسي في بحر الأحمر وطبعا السبب الثالث أنه تجارة واعدة مع المشاريع الكثيرة الموجودة في السعودية وخصوصا في غرب المملكة تستهدف موانئ رفع مؤشرات آداء الخدمات اللوجستية وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات التي تتم مناولتها تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية عبدالله بن شهران جدة أطلقت شركة المياه الوطنية منصة الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية وذلك بهدف تطوير وتسهيل الخدمات المقدمة للقطع الحكومي في جميع مناطق المملكة وتأتي هذه الخطوة لتسهيل ممارسة الأعمال والتوسع في التحول الرقمي والحلول التقنية حيث تضم المرحلة الأولى 12 تخدمة ستمكن المفوضين بإدارة حسابات الجهة من متابعة جميع العقارات والاطلاع على عمليات وسجلات الفوترة ومتابعة الاستهلاك التحقق من دقة البيانات ورفع البلاغات وتقديم الاعتراضات ومتابعة الطلبات على مدار الساعة وهل المزيد حول هذه المنصة ينضم معنا نائب الرئيس العناية بالعملاء بشركة المياه الوطنية لأستاذ فهد الجريش أهلا بكم أستاذ فهد بداية وهل المنصة تخدم جميع الجهات الحكومية في جميع مناطق المملكة وكيف يمكن الوصول لها رحب فيك وبالسهد المشاهدين نعم المنصة توفر الخدمة لجميع الجهات الحكومية من الوزرات وهيئات ومسات حكومية بشقيها المدني والعسكري وهي تغطي جميع مناطق المملكة الوصول للمنصة يتم عبر الضابط www.egov.nwc.com.sa أو الدخول على الفرع الإلكتروني للشركة على الإنترنت أطرأي قونات الخدمات الحكومية نعم ربما البعض يتساءل أيضا كيف تسهم المنصة في تطوير مستوى الخدمة المقدمة للقطاع الحكومي كما تعلم اليوم أن التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية تسرع وتسهل من تقديم الخدمة فهي اليوم توفر الخدمات للجهات الحكومية بمجرد ضغطة زر بدون الحاجة لزيارة الشركة نعم ربما أيضا هذه المنصة ستقدم خدمة كبيرة أيضا للقطاعات الحكومية وأيضا المستفيدين في هذا الجانب لكن ما هي أو كم عدد الخدمات التي تقدمها المنصة أيضا ما أبرز تلك الخدمات اليوم وكمرحلة أولى قدمنا 12 خدمة للجهات الحكومية وقريبا بإذن الله ستطلق أيضا المزيد من الخدمات من أبرز الخدمات التي تقدمها المنصة للمفوض من الجهة الحكومية يستطيع المفوض الاطلاع على جميع العقارات التابع للجهة بتفاصيل حساباتها أيضا يطلع على الفواتير بتفاصيلها بكمية الاستهلاك ويمكن الرجوع لأي فترة سابقة والاطلاع على تفاصيل الفواتير في تلك الفترة وتفاصيل الاستهلاك بالإضافة أن تستطيع الجهة الرفع بأي بلغات أو اعتراضات عن طريق المنصة نعم جميلة نرى مثل هذه المنصات التي تقدم الخدمات أيضا للمستفيدين نائب الرئيس للعناية بالعملاء بشركة المياه الوطنية الأستاذ فهد الجريش شكرا جزيلا لك ونلتقيك على خير إن شاء الله استضافة المملكة دورة الرابعة عشر للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بمشاركة 22 دولة لتمكين أجهزة الدول الأعظام من تحسين الأداء وتعزيز الشفافية مع نشر الوعي الرقابي والاستخدام الأمثل للموارد بمشاركة 22 دولة عقد اليوم الاجتماع الرابع والستي للمينس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والذي يستمر لمدة يومين بحضور أعضاء المنظمة وستعقد غدا الدورة الرابع عشر للجمعية العامة والتي ستعلن من خلالها أبرز القرارات والتوصيات في الاجتماع إنه لمن دواي سروري أن ألقاكم في هذا الاجتماع الرابع والستين للمجتمعيني وأنتم تنعمون بالصحة والعافية وتأتي أهمية اجتماعات المنظمة في تمكين الأجهزة الأعظام من مساعدة حكومتها على تحسين الأداء وتعزيز الشفافية وضمان المساءلة والحفاظ على المصداقية ومكافحة الفساد بالإضافة لنشر الوعي الرقابي وتعزيز الكفاءة والفعالية والاستخدام الأمثل للموارد بما يتلاءم مع قيم ومصالح المواطنين أبل عزيز الدريس جدة أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نظام إدارة أسماء المرسلين باستخدام تقنية سلسلة الكتل الذي يهدف أيضا إلى الحد من عمليات الاحتيال ورفع مستوى موثوقية الرسائل النصية واستخدام التقنية في التنظيم والحوكمة وذلك على هامشي أعمال منتد التقنية الرسمية يشار إلى أن الهيئة تسعى من خلال مبادراتها الابتكارية المتعددة إلى تعزيز حماية المستخدمين وموثوقية الخدمات المقدمة أعلنت مجموعة استيسية عن تلقيها عرضا غير ملزم من قبل صندوق الاستثمارات العامة لشراء ما نسبته 51% من شركة أبراج الاتصالات توال المملوكة بالكامل لمجموعة استيسي بتقييم إجمالي بمبلغ يزيد عن 21 مليار ريال ويتوافق العرض مع استراتيجية المجموعة المتعلقة بالنمو والتوسع من خلال الاحتفاظ بحصص في أصول استراتيجية ذات قيمة مضافة في شركاتها التابعة والاستفادة من العائد على هذه الأصول في النمو والتوسع وتدوير رأس المال بشكل يضمن تعزيز قدرة المجموعة على الاستثمار في مجالات رائدة ومتنوعة وتعظيم العائد على حقوق المساهمين أطلقت الهيئة العامة للمشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت فعاليات أسبوع التعليم في مراكز دعم المشآت في الرياض والمدينة المنورة والخبر وجدة بهدف تسليط الضوء على الفرص الواعدة في قطاع التعليم ويأتي تنظيم منشآت لهذا الأسبوع ضمن أعمالها الهادفين لتحسين أداء المشآت ومساعدتها على النمو والتوسع من خلال معرفة التحديات لتوفير الحلول المناسبة لها إضافة إلى تعزيز الانتاجية والتنافسية في قطاع المشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى أسواق جديدة ونشرة انتهت بقي أن نذكركم بأبرز عنوينها حين عقاد جلسات مستقبل الاستثمار يوم غد بمناقشة موضوعات عالمية ونوعية واستثمارات لدفع عاجلة النمو الاتصادي صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة تطوير منتجات الحلال سماء المملكة تشهد غدا الثلاثاء كسوفا جزئيا للشمس شكرا لكم على طيب المتابعة نلقاكم على خير وفي أمان الله اشتركوا في القناة